في استمرال عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يرتكب الاحتلال الإسرائيلي المزيد من المجازر وذلك في اليوم الحادي عشر بعد المئة مسؤولون دوليون والعديد من مسؤولي المنظمات الإغاثية أطلقوا صيحات بسبب الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه مئات الآلاف من أهل غزة الذين تتهددهم مجاعة حقيقية بسبب نقص كبير بالطعام وعدم وصول المساعدات لمئات الآلاف منهم فضلا عن تعطيل الاحتلال لوصول هذه المساعدات وامتناع السلطات المصرية حتى الآن عن السماح بدخول المساعدات إلا بعد إذن سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي ترفض عادة إطلاق هذه الأذونات آلاف من النشطاء في وقت آخر أطلقوا حملة أنزلوا المساعدات جوا في ظل استمرار إغلاق المعابر يأتي هذا في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة الفلسطينية في خانيونس معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث أعلنت العديد من تشكيلات المقاومة إلحاق ضربات بقوات الاحتلال على أكثر من محور في خانيونس وعلى صعيد محكمة العدل الدولية تستعد المحكمة غدا الجمعة لإعلان قرارها بشأن الإجراءات المستعجلة التي طلبها فريق المحامين من جنوب أفريقيا ومنها وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمناقشة هذه التطورات أرحب بضيفي هنا في الستوديو الكاتب والإعلام الفلسطيني محمد أمين وأيضا من الدوحة بالكاتب الفلسطيني المتخصص في العلاقات الدولية دكتور أديب زيادة أبدأ معك محمد ما يجري في قطاع غزة هل تكاملت أركان جريمة التجويع التي هي جريمة ضد الإنسانية وما هي الأدلة على أن ما يجري في غزة هي تجويع وليس مجرد جوع بسبب الظروف شكرا أستاذ جمال بطبيعة الحال أدلة هي الفيديو الذي بث بالأمس نبقصفت إسرائيل عدد من المدنيين الفلسطينيين الذين حصرتهم لأسابيع وعندما وصلت بعض الشاحنات وذهبوا لمحاورة الحصول على الطحين أو الرغيف الخبز أو المساعدات بحدها الأدنى قامت بإطلاق القدائف عليهم وقترتهم إذن هذا التجويع هي تمارس التجويع وهي أيضا تمارس حرب الإبادة بالقضاء على الشعب الفلسطيني تفسير ذلك جمال أنا برأي أن إسرائيل عجزت عسكريا في القضاء على المقاومة وعجزت عسكريا على الحسم في القطاع غزة وبعد ثلاث شهور ونيف حتى خلال شهر الرابع هناك إخفاق إسرائيلي في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها وهناك حالة من التململ الدولي حقيقة من الجرائم التي ترتكب وهناك أيضا حالة من التململ داخل المجتمع الإسرائيلي كلما طالت الحرب رغم كل ما يقولوا عن أن هذه الحرب ستذهب إلى ست شهر أو غيره فعندما انتهى صناع القرار وقادة مجلس الحرب في إسرائيل بأنه أخفقوا عسكريا في هزيمة المقاومة وفي الحسم العسكري الآن استعملوا سلاح المجاعة يقومون بالضغط على المقاومة وليد راع المقاومين بالجانب الإنساني هناك ممارسة منهجية في التجويع من أجل كسر شوكة المقاومة هم يعتقدون ذلك ولكن قبل ذلك محمد عندما قال يوافق لان في اليوم الثاني للعدوان لا ماء لا غذاء لا كهرباء لقطاع غزة ألا يمكن أن يكون ذلك إعلانا بأن هدف العدوان أيضا هو تجويع أهل قطاع غزة طبعا هو هدف العدوان هو التجويع وهو الترحيل القصري وذلك عبر سلسلة من التصريحات يعني يؤال في البداية عندما قال أنه لا ماء ولا كهرباء هذا إعلان حرب إبادة بمعنى مجموعة من الأهداف حاولت إسرائيل تطبيقها أولها كانت تهجير القصري ومسح قطاع غزة هم بعد ما فشلوا في ذلك لأنه شاب فلسيني متمسك في أرضه والمقاومة صمدت لمدة ثلاث شهور انتقلوا لهدف آخر وهو تسوية القطاع بالأرض ورغم ذلك الناس يسكنون على أنقاض منازلهم ورغم كل ما جرى في شمال غزة الناس ما زالوا رافضين للنزوح ممنهجة إسرائيلية تستهدف في أصلها الشعب الفلسطيني وعملية عقاب جماعي وعملية جعل قطاع غزة غير قابل للعيش من أجل ترحيل الفلسطينيين يعني يؤف قلن في ذلك التصريح كان واضح أنهم لا يريدون أصلا فلسطينيين ولا يريدون قطاع غزة مأهول بالفلسطينيين كان يريدون عملية عسكرية طاحنة تنهي المقاومة وترحل الشعب الفلسطيني أو فلسطيني القطاع ومن ثم إلى مصر هذا للشهر الثالث لم ينجح رغم كل الجرائم لكن ألا يبدو بأن نمط ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بتعقيد دخول المساعدات إلى قطاع غزة رفض المناشدات الدولية لفتح معابر إسرائيلية هناك مناشدات حتى أمريكية لفتح معبر إيرس شمال غزة لإدخال الدقيق فقط يرفضها الاحتلال الإسرائيلي ألا ينسجم هذا مع تصريح يواث قلن في بداية العدوان أنه لا ماء لا غذاء لا كهرباء أنه من أهداف العدوان تجويع أهل قطاع غزة لا بطبيعة الحال تجويع هذا الهدف معلم منذ البداية وما تقوم به إسرائيل الآن يصبح في ذات السياق هم يريدون تجويع الفلسطينيين وحثهم إذا لم يخرج من أصر على البقاء الذين لا رفضوا الخروج وبقوا تريد إسرائيل أن تقول إما أن تخرج أو تمت جوعا والذي لا يقتل بالقصف يقتل بالجوع أنا أريد أن أقول جمال أن هذه السياسة التجويع هذه سياسة مخالفة لكل القوانين الدولية وهذه سياسة ينتهجها كما تقول تنتهجها إسرائيل منذ اليوم الأول لكن اليوم بالذات أصبح لها هدفين أول هو محاولة استمرار في سياسة التجويع من أجل حث الناس على الرحيل وبالتالي تنفيذ التهجير القصري ورقم اثنين لي ذراع المقاومة والتنكيل بالشعب الفلسطيني لإجباره هو على دفع ثمن أنه يحتضن المقاومة وبأنه فشل إسرائيل في القضاء على المقاومة جعلها يجن جنونها وهذا هو ما يجري الآن على الأرض وبالتالي هذا كله يعني كله يصب فيه وما نحذر منه أن هناك مخطط ما زال قائم تعمل عليه إسرائيل كانت تعمل عليه متر الشهوء ما زالت تعمل عليه وهو تهجير الناس وجعل القطاع غير قابل للعيش لأنه إسرائيل وحتى نتنياهو بالأمس كان يقول هذه الدولة اليهودية أو دولة اليهود بمعنى هو يريد أن يحصر تعريف الدولة الإسرائيلية فقط من أنه بجنس واحد وهو اليهود معناها لا يوجد مكان للعرب ولا للفلسطينيين ولا حتى للأقليات الأخرى وهذا ينساق تماما مع ما تمارسه على الأرض من حرب إبادة وتجويع وتنكيل وعلى أرض جماعي ولكن البنيامين نتنياهو أمس يخرج للإعلام ويتحدث عن أن معركته في غزة هي معركة الخير ضد الشر أمام هذه المشاهد المؤلمة لأهالي قطاع غزة في الشمال وهم يطحنون أعلاف الحيوانات من أجل خبزها بسبب نقص الغذاء كيف يمكن أخلاقيا وحتى في المعايير الإنسانية تبرير مثل هذه التصريحات التي يطلقها بنيامين نتنياهو ويستمعها العالم أجمع؟ تصريحات نتنياهو هي الصحيح فيها أو عندما يقول حرب الخير ضد الشر الحقيقة أنه هو هذه حرب الشيطان ضد كل الكرة الأرضية يعني عندما يقتل 30 ألف من المدنيين و20 ألف تحت الأنقاض وجلهم من الأطفال والنساء وعندما يجوع الناس ويموتون جوعا وعندما يخصف المستشفيات والمدارس وعندما يمارس كل أنواع التطهير العرقي والإثني وحروب الإباء هل هذا هو الخير؟ هذه هي سياسة الإجرام وهذه هي سياسة الإجرام والقتل التي تمارسها إسرائيل وهذا كله سيكون مزيد من الملفات أمام محكمة العدلة الدولية والتي ننتظر ونأمل بأنه غدا إن شاء الله يصدر قرار بإدانة إسرائيل وبتثبيت هذه التهم أنا برأيي إذا لم يحدث تسييس أو ضغوط ما فلابد أن يصدر هذا القرار على كل حال محمد سنناقش هذا بالتفصيل لكن دعني أسأل ضيفي دكتور أديب زيادة ورحبه مجددا الأكاديمي الفلسطيني المتخصص في العلاقات الدولية من الدوحة دكتور أديب أمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من عرقلة وصول المساعدات منع دخول مساعدات من الشمال إلى أي مدى يمثل ذلك سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتجويع شكرا لك يا أستاذ جمال والدكتور الكريم ولجمهور الحوار الكرماء بالقطع أخي العزيزي الإسرائيل لم تخفي نياتها من البداية جلنت من اللحظة الأولى تحامل مع الفلسطينيين كحيوانات بشرية وقال أنه سيقفل المياه وسيقفل الغذاء والدواء ويقفل كل شيء عن قطاع غزة وهذه من القضايا التي الآن تنظر فيها في محكمة العدل الدولية على اعتبار أنها موصفة أكيدة للجينوسايد بمعنى الإبادة الجماعية التي تستهدف بها سواء كان أقليات أو أكثرية في مكان ما إذا كانت تمارس ضدها مثل هذه الجرائم لذلك الاحتلال لا يخفي طبعا لا يخفي جريمته يتحدث بها على الملأ وهذه مدعومة بكل المستوى السياسية إذا رأيت سواء كان على مستوى رئاسة الحكومة الوزراء وكبنية الحرب على مثال صحافة إعلام بكل من كل الأطياف السياسية الإسرائيلية والإعلامية الإسرائيلية وحتى المجتمع المدني واضح أنهم متجندون بشكل كامل لإبادة الشعب الفلسطيني بكطاع غزة وهم يمارسون هذا النوع من الإبادة عن طريق هذه الممارسات الحقيرة ومتعلق بمنع الغذاء والدواء التي تعتبر في نظر كل الشرائع الأرضية والشرائع السماوية جرائم حرب لذلك وهل عليها محاسبة لأنها جريمة من جرائم الحرب ونقرأ أمامي يعني معظم الشرائع حتى الدولية المحلية الدولية والمحلية تعتبر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الصراع تعتبره جريمة حرب إذن هل تمارس تل أبيب بالتجويع جريمة أخرى إضافية للجرائم التي تقوم بها ضد الإنسانية يا أخي هنا تعطلت كل القوانين قانون حقوق الإنسان قانون الدول الإنساني القوانين الدولية الكرارات الدولية المعاهدات جينيف كلها تعطلت عندما وصلت المسألة إسرائيل وكل ما يحصل الآن طبعا تم النص عليه بالنص وبالحرف فيما يتعلق باتفاقيات جينيف فيما يتعلق بالشعوب التي تخضع للاحتلال في أوقات الحروب وما إلا ذلك تم نص على كل القضاء والجرائم التي تمارس حاليا تم الحديث عنها بشكل مفصل في كل الاتفاقيات التي تحدثنا عنها سواء كانت جينيف أو غير جينيف من الاتفاقيات الأربعة أو قانون الدول الإنساني والقرارات الدولية وغيرا ولذلك الاحتلال عندما يمارس هذه المسألة هو لا يخفي نيتو فيما يتعلق بدفع الفلسطينيين للهجرة وجعل قطاع غزة منطق غير قابل أبدا للعيش ولذلك إذا اجتمع الجوع واجتمع العراء واجتمع العطش واجتمع كل الدواء والقتل وواضح أن النية عند الإسرائيليين هو دفع الشعب الفلسطيني نحو الهجرة سواء كان قسريا أو طوعيا طبعا الآن فيما يتعلق بالقسري الهجرة الكسرية واجهوا صعوبات فيما يتعلق بإقناع المجتمع الدولي حتى حلفائهم من الأوروبي والأمريكان أن يسمحوا بهجرة كسرية ولذلك يتجون نحو الهجرة الطوعية حاليا ولا يخفون المسأل يعني الوزير خارجي إسرائيل كما علمنا قبل يومين في اجتماع التحاد الأوروبي تحدث عن مسألة إقامة جزيرة في البحر المتوسط بأجل يعني الدفع الفلسطيني اللي عايش فيها وما إلى ذلك وهذه بالمناسبة دكتور أديب زيادة إسرائيل كاتس كان وزيرا أيضا عام 2017 عندما طرح مثل هذا المقترح كجزيرة اصطناعية كمقترح لميناء جديد ومطار لغزة هذه الجزيرة يصلها بغزة جسر تسيطر عليه إسرائيل يعني تستطيع بأي وقت أن تقطع فما زالت الفكرة براسه من ذلك التاريخ لكن السؤالي الآن عن من يشاهد ما يجري العالم كله العالم الغربي والعالم العربي يشاهد ما يجري في قطاع غزة لماذا يقبل بأن تصل الحالة في قطاع غزة إلى المجاعة يا أخي العزيز كما قلت لك تتجمد تتجمد الكرارات والقوانين القانون الدولي الإنساني والقوانين حقوق الإنسان والقوانين جنيف وما إلى ذلك والتفاق الجنيف تتجمد عندما تصل المسألة إلى إسرائيل وأمريكا لأن إسرائيل ببساطة هي دولة عامل أنها فوق القانون الدولي بحكم أنها مدعومة أمريكيا أمريكا لا تخفي أبدا أنها مشاركة مشاركة كاملة فيما يحصل في قطاع غزة ولو أرادت أمريكا أن تغير من الوقاع التي حاصل الآن في قطاع غزة على الصعيد الإنساني حتى فقط على المصعيد الإنساني لفعلت لكنها تأبى أن تمارس أي نوع من الضغوطات على الجانب الإسرائيلي بحيث يغير من أدائه فيما يتعلق بالبعاد الإنسانية فقط لا نتحدث عن وقف اطلاق النار لا نتحدث عن استهداف حركة حماس أو المقاومة بالعكس نتحدث عن مسائل الإنسانية بحتة لو أراد الأمريكان أن يضغطوا على إسرائيل بمحيث يكنعوها ويجبروها على مسألة إدخال الوقود إدخال الغداء والدواء وما إلى ذلك لا فعلوا لكنهم مشاركون مشاركة قاطعة وغير مشكوك فيها أبدا فيما يتعلق بالجنسات لذلك دعني أسأل ضيفي هنا أستاذ محمد أمين حول الموقف المصري تحديدا هل ينسحب عليه ما ذكر الدكتور أديب أن هناك تواطئ مشاركة عادات على قطاع غزة عندما يقول السيسي إحنا مش قادرين ندخل أكل إلى غزة؟ طبعا لا طبعا لم تبدو الجهد والدليل على ذلك أنه يعني حتى إسرائيل في العدل الدولية قالت بأنه المصريين هم المسؤولون عن المعبر والدليل على ذلك أنه حتى هذه اللحظة لا تدخل المساعدات إلى قطاع غزة الذي يدخل هو عشر أو عشرين شاحنة وكله يدخل بالتنسيق مع إسرائيل بمعنى أنه لم يكسر الحصار عن قطاع غزة لأنه الجانب المصري مازال مرتهنا للتنسيق مع إسرائيل ولا يدخل أي شاحنة ولا أي شيء إلا بالموافقة الإسرائيلية بمعنى الآن سياسة التجويع عمليا التي تقوم بها إسرائيل والتي تستهدف كما قال الدكتور التهجير القصري أو التهجير الطوعي تشارك فيها بشكل مباشر مصر كما تشارك فيها الولايات المتحدة لكن السيسي يقول التهجير خط أحمر التهجير يقول خط أحمر لكنه ما يفعله يعجل من التهجير ولا يمنع التهجير بمعنى عندما يقول أن التهجير خط أحمر فمفروض بالمنطق أن يقوم بممارسات تمنع التهجير هو يقوم بالعكس هو أول شيء لا يسمح بدخول المساعدات يعني يعمل ضمن الخط والشروط الإسرائيلية ورقم ثلاثة ما زال حتى هذه اللحظة لا يتعامل مع معبر رفح كمعبر مصري وإنما يتعامل مع معبر رفح كمعبر إسرائيلي يعني من يدير معبر رفح هما الإسرائيليون في ظل تنازل المصريين عن السيادة رغم أنه لا يوجد قانون يعني يجب المصر على يعني الالتزام بمسألة التعامل مع إسرائيل أو التنسيق معها لأنه هذا معبر مصري الاتفاقات كلها في 2005 كانت بين الجانب الفلسطيني السلطة الفلسطينية والأوروبيين وإسرائيل لم تكن مصر طرفا فيها مصر طرف فقط فيما يتعلق أراضيها وأيضا أنه بالأمس الحقيقة لعله يتحدث عن هذا يعني تصريحات مخزية جدا لرئيس أكبر دولة عربية وعندما يتحدث عن أنه يعني إحنا في مصر حالنا أفضل من منهم في قطاع غزة وكأنه أول شيء هو يضع مصر كدولة كبرى بحجم قطاع محاصر ورقم اثنين هو يندد بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يقوم بمقاومة الاحتلال ويعتبر بأنه هذا هو ساب في ما يتعرضون له هو ليس الاحتلال نفسه وأيضا جمال رقم ثلاثة أنه يعني يتعامل للأسف الرئيس المصري مع الفلسطينيين والإسرائيليين ليس على قدم المساواة يعني حتى هو ليس طرف محايد هو طرف منحاز لإسرائيل منحاز لإسرائيل لأنه يقوم بالتماهي مع سياستها في التجويع وفي منع دخول المساعدات والحقيقة يعني أخيرا فيما يتعلق بالموقف المصري وفي تصريحات الرئيس المصري يعني حتى في شماتة تلمس في رهجة الرجل شماتة بقطاع غزة وبالغزيين وكأنه يقول للمصريين شايفين ماذا سيحصل لكم إذا ما انتفطتم من أجل العيش والحرية رغم أن الحقيقة وهذا أقول للمصريين وأقول لكل العرب أن قطاع غزة وضعه الإنساني والاقتصادي والتعليمي وكل شيء والمعيشي قبل الحرب كان أفضل من مصر يعني وضع في غزة أفضل من مصر التي يديرها السيسي ولفيها 120 مليون للأسف شديد قزمها لدرجة أنه يشحد الطعام والطحين والزيت ويتعامل بلهجة حقيقة لا تليق بمصر كيف تقرأ دكتور أديب الزيادة كيف قرأت تصريحات عبد الفتاح السيسي التي قال فيها أن مصر عاجزة عن تقديم طعام إلى قطاع غزة ثم وصف ما يجري في قطاع غزة بصراع إلى أي مدى يعبر ذلك عن منهجية لدى رئيس النظام المصري في التعامل مع قطاع غزة أكثر منه عجز فعلا ضمن الظروف الحالية عن تقديم أي شيء نظام المصري هو شريك على قدم المساواة في الحصار وفي التجويع وفي القتل لما يحصل في قطاع غزة بالكامل وهذا ليس من الأمس وليس فقط منذ تصريحات السيسي من البداية 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة نحن وجدنا أن سلوك النظام المصري وتصريحات النظام المصري ومواقف النظام المصري والآليات التي يشتغل وفقها فيما يتعلق بدخل المساعدات وإخراج الجرحة كلها تؤشر إلى شيء واحد لا ثاني له أن النظام المصري على قدم المساواة فيما يتعلق بقتل وقمع وتجويع وحصار الشعب الفلسطيني لذلك النظام المصري ليس غريبا عليه بالمرة أنا أعتقد أن نظام السيسي يرهن نفسه لإسرائيل ويرهن نفسه لإدارة أمريكية ولذلك هو ليس مستعدا لإزعاج إسرائيل أبدا وليس مستعدا لإزعاج أمريكا علما أن النظام المصري أخلاقيا وقانونيا وأدبيا يفترض أن يكون هو الذي يتولى الدفاع عن قطاع غزة على اعتبار أنه في سنة 67 عندما سقط قطاع غزة في أيدي الصهاينة في حرب عام 67 هو سقط من تحت الإدارة المصرية يعني بآن ذاك كان تحت الحكم المصري بمعنى الجيش المصري الذي هزم وسلم قطاع غزة إلى الصهاينة منذ العام 67 أدبيا وأخلاقيا يتوجب على هذا الجيش أن يعيد قطاع غزة إلى استقلاليته أو إلى إدارته في مرحلة انتقالية إلى أن يتحرر من القبضة الصيونية من حيث المبدأ اثنين فيما يتعلق بمسألة معبر رفح معبر رفح كما اتفضل الأخي محمد قبل قليل تم تأكيد من طرف الإسرائيلي بأن هذا معبر مصري 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 بمعنى أن مصر تتولى مسؤولية إدخال وإخراج من معبر رفح إلى قطاع غزة إذن ما الداعي لمسألة استئذان إسرائيل والسير وراء إسرائيل فيما يتعلق 17 سنة أخي العزيز منذ العام 2005 منذ العام 2007 منذ حصل الانقسام وحتى 7 أكتوبر معبر مصر يدار مصريا فلسطينيا ولا دخل الإسرائيلي فيه بتاتا تم تكريس هذا حتى كأمر واقع عبر من 2007 حتى 2023 إذن ما الداعي بعد أن بدأت الحرب وفي الحروب السابقة على كل حال الحروب السابقة كان معبر رفح مفتوح مفتوح بمعنى آخر أقصد أنه استمر على كونه فلسطيني مصري ولم تدخل إسرائيل كطرفي إذن من الذي أدخل الإسرائيليين كطرفي حاليا سوى النظام المصري النظام المصري يا أخي العزيز يتقزم ويقزم نفسه وبالعكس كما قلت هو ليس فقط أنه يغض الطرف عما يحصل هو شريك فيما يحصل هو شريك فيها الحصار هو شريك في القتل ما معنى أن يكون عندنا يا سيد العزيز ستين أو خمسة وستين ألف جريح ولا يخرج منهم سوى أقل من ألف جريح حتى لحظة ما معنى ذلك طيب ابقى معي دكتور أديب وما معنى أن يجوع أهل غزة وجوارهم العربي شبعان جوار غزة الأردن والدول العربية الخليجية السعودية دول خليجية دول غنية دول الأغنى على سطح الأرض ما معنى أن يجوع أهل غزة والمهرجانات الفنية ما زالت تقام في هذه الأماكن ما معنى أن يقام أمس وأول أمس مهرجان لتكريم الفنانين هل له هذا وقت تكريم الفنانين كل هذه الدماء ألا تستحق من هؤلاء أن يؤجلوا هذه مهرجانات التطبيل والتزمير حتى ينقضي ما يجري في قطاع غزة هذا يؤكد جمال على مكان يقول الدكتور أولا يؤكد على أنه هذا يعني أن الدول العربية مشاركة بشكل مباشر في العدوان على قطاع غزة بعضها بالصمت ومحاولة تغييب الجماهير وبعضها بالمشاركة المباشرة ربنا المصريين الجانب المصري نظام المصري مشارك وأنا أكرر ذلك وليحاججني المصريون النظام المصري مشارك في العدوان على قطاع غزة ومشارك في حرب الإبادة الإسرائيلية وكما قال الدكتور هو أول شيء يستأذن من إسرائيل وينفذ طالبات إسرائيل ولا يوجد أي شيء يمنعه من إدخال المساعدات سوى أنه لا يريد إزعاج إسرائيل ولا يريد أنه يخرج عن خط الإسرائيلي الأمريكي رقم اثنين أنه نظام المصري الذي يقوم بتجويع الشعب الفلسطيني ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك إنجاح حرب إسرائيل في إبادة القطاع وفي تهجيره ورقم ثلاثة أنه الأنظمة العربية الأخرى عندما نأخذ أنظمة الخليجية بعض الأنظمة الخليجية جمال هو قبل 7 أكتوبر اختار أن يتحالف مع إسرائيل ما يسمى بالتطبيع هو عبارة عن تحالف مع إسرائيل فهذه دول متحالفة مع إسرائيل والدليل على ذلك أن الدول العربية أو بعض الدول العربية تقوم بفك الحصار عن إسرائيل وبالتعزيز الصمود الإسرائيلي كما قال بعض الكتاب بين قسين بمعنى أنه إذا كان هناك أزمة في إسرائيل اقتصادية فتجد تلك الدول تخرج عبر موانئها وعبر حدودها وتوصل المساعدات إلى إسرائيل ولتنويه وزير التموين الأردني أنكر هذا أو أنا أتكلم وماذا عن موانئ دبي وماذا عن الخط الذي قيل أنه يعبر ويمر حتى من الأراضي السعودية هناك تواطئ وهناك تخاذل وهناك مشاركة واسعة وقيس بين هذه الثلاث مصطلحات لكن هناك خاصة في محور التطبيع العربي شراكة ودعم وفك للحصار عن إسرائيل وإسناد لإسرائيل وحتى محاولة إقناع إسرائيل بعدم التوقف فليكن واضحا لأن هذه الحرب ستنتهي اليوم أو غدا هذا المحور التطبيعي العربي مشارك بشكل مباشر في إسرائيل والدليل على ذلك ما كنا نتحدث فيه ما هو التفسير بأنه أنت كنظام عربي لا يوجد بينك وبين الشعب الفلسطيني فاصل سوى معبر تقوم وتصر على إغلاق هذا المعبر وتصر على منع دخول المساعدات وتصر على المستقبال الجرحة والأنظمة العربية اللي هو منذ 11 نوفمبر من القمة العربية حتى اليوم لم تنجح في إدخال زجاجة ماء لماذا؟ ليس بسبب العجز العربي والعجز الإسلامي لأنه وجدنا أدوار عربية مختلفة في ملفات أخرى وإنما لأنه هناك قرار أمريكي بأنه هذه الحرب هي حرب أمريكية والتغيير الجغرافية والمنطقة كلها سيترتب عليه استحقاقات وكل واحد يلعب دوره يعني الدول العربية مش ساكتة هي مشاركة وهم ينفذوا أدوار أستاذ جنال ينفذوا أدوار من شأنها إنجاح هذا العدوان ويعتقدون أن القضاء على المقاومة في قطاع غزة والقطاع على حركة حماس هذا سيمهد لمشروع التطبيع الكامل الإسرائيلي العربي وسيرضي الأم أو الأب الأمريكي وكلهم لديهم قرار من أمريكا افعلوا ذلك وإلا فإن كراسيكم مهددة لذلك يا دكتور أديب أسألك عن شكل العلاقات التي ستكون بين دولة الاحتلال والدول العربية وخاصة هذه الدول التي لديها علاقات مع تل أبيب إذا كان كل ما يجري في قطاع غزة من مجزرة كبيرة هي الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية عدد الشهداء هو الأكبر منذ نكبة 48 حتى الآن إذا كان كل ذلك لم يدفعهم لوقف العلاقات أو تعليقها أو حتى طرد السفراء فأي شكل للعلاقة ستكون بين هؤلاء ودولة الاحتلال فقط إضافة خفيفة فيما يتعلق بالموقف المصري نحن رأينا قبل بعض أيام ديارة شوان يتحدث عن مسألة الحصار الذي يمارس دولة مصر على كطاع غزة يعني يتفاخر الرجل باسم النظام المصري يتحدث باسم النظام المصري يتحدث عن أنهم أغلقوا 1500 نفق يتحدث عن أنهم قوّوا الجدار الخراساني ما بين كطاع غزة ومصر يتحدث عن منطقة بفرزون بين قوسين من مسافة تقريب العمق 5 كيلو متر لمنع تسلل أو تسريب أو تهريب أي شيء لكطاع غزة تخيل هذا النظام المصري الذي يفاخر أمام العالم أنه يساهم باعتراف رسمي يساهم ويشارك الإسرائيليين في حصار كطاع غزة يمنع عنهم حتى مش فقط السلاح يمنع عنهم كل شيء ما يتعلق بسؤولة لك الأخي العزيز أنا أعتقد أن الدول التطبيع بالمجمل أصيبت بخيبة أمل كبيرة أصيبت بخيبة أمل منذ السابع من أكتوبر إذا تزنروا بإسرائيل بين قوسين من أجل طبعا الاعتبارة تتعلق بالأبعاد الأمنية وإبعاد كقنعوا بأن إسرائيل عبارة عن سند وظهير قوي سيكون لهم في المنطقة في مواجهة قوة ربما تكون أكليمية كإيران أو غيرها ولكن كما بدأ لهذه الدول بأن إسرائيل ليست تلك الدولة العظيمة العظمى الذي يمكن أن يستغنوا بها عن أمريكا على سبيل المثال لمواجهة إيران أو غير إيران إذا كانت هذه الدولة لم تقوى بعد 110 أيام أمام حركة محاصرة 17 يوما أن تكسر هذه الحركة فكيف لإسرائيل أن تتدخل لحماية نظام عربي هنا أو نظام عربي هناك لذلك أعتقد أن هناك خيبة أمل كبيرة لدى أنظمة التطبيع وهذا سيكون لهم متبعاته لكن الآن فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل من زاوية أنه هذه عبارة عن قربة لأمريكيا وقربة للقلب الأمريكي وللصانع الكرى الأمريكي أعتقد هذه ستبقى إلى أن يكون هناك تغيرات فيما يتعلق بالإكليم نفسه يعني بمعنى أن إسرائيل الآن هي ليست فقط يعني اعتمدت كسند وظهير لهذه الدول فيما يتعلق بالمشاكل الإكليمية والعلاقات مع إيران وإنما أيضا كمدخل مدخل للإدارة الأمريكية باعتبار أن أكرب الطرق للعقل الأمريكي والقلب الأمريكي والموقف الأمريكي هو أن تكون صديقا لإسرائيل أعتقد هذه إسرائيل إذا كان حصل في المستقبل أنه متوقع تماما أنه خلال الفترة القادمة ستغوص إسرائيل في وحل قطاع غزة أكثر فأكثر وستتكبد خسائر أكثر فأكثر وستجبر في لحظة ما على الانكسار قطعا لأنه حتى لو سيطرت بالكامل على قطاع غزة لن تقوى على الاستمرار في احتلال قطاع غزة لذلك أعتقد أنه سيكون لهذه العكاسات فيما يتعلق بقناعة العرب وقناعة الدول المطبعة مع إسرائيل بأنها ليست تلك الدولة التي بالإمكان الاستناد أن تكون ظهيرا للموقف العربي في ظل هذه الظروف التي يعيشها أهل قطاع غزة ومطالب دولية بوقف إطلاق النار بشكل عاجل نرى بعض المواقف الغربية وحتى العربية تتلهها بالحديث عن حل الدولتين ما تقديرك للبحث في مثل هذا الحل السياسي في ظل استمرار مجزرة ومقتلة على مرأة من العالم يجمع سؤال مهم هذا جمال تفسير ذلك أن الإدارة الأمريكية تحاول التعتيم على المجزرة وعلى العدوان الذي يجري الآن وتحاول صرف الأنظار عن ما يجري في قطاع غزة من قتل ومن جرائم ومن إبادة وتحاول تلهية المجتمع الدولي وصرف أنظارهم للحديث عن قضايا أخرى مرة عن حل الدولتين ومرة أخرى عن اليوم التالي هذا كله أنا برأيي هذا كله سياسة أمريكية ممنهجة تهدف إلى التشويش على ما يجري وعلى صرف الأنظار وإلى محاولة تغطية حقيقة تغطية على ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وإبادة وتقتيل ومحاولة إعطاء وقت لإسرائيل أطول لإنهاء حربها وجرائمها في قطاع غزة وإعطاءها مدد أكثر من الوقت لاستكمال حربها لكن بني أمين نتنيهو قال بشكل واضح أنه يرفض حل الدولتين بل أنه كذب الرئيس بايدن ولا يوجد حل دولتين ولا يوجد بحث في اليوم التالي كل ما يبحث الآن أمريكا حتى الآن واضح أنها مازالت تدعم إسرائيل وموافقة على استمرار الحرب وترفض تحت أي بند وتحت أي مبرر وتحت أي شرط ترفض أمريكا وقف الحرب وبالتالي هذا الموقف الأمريكي واضح وهي مازالت تدعم إسرائيل وترفض وقف إطلاق النار وجاهزة لإفشال أي قرار دولي سواء في مجلس الإمين أو غيره من شأنه أن يوقف القرب جاهزة برفع البيت وإذن ما تقوم به أمريكا وحتى الزيارات وحتى التصريحات أنتوني بلينكين كلها مشاركة مباشرة من إسرائيل ومحاولة للتغطية على ما تقوم به وصرف النظر يعني أنت تحدث اليوم عن ما يجري من عدوان الآن فحدثني عن موقفك كيف يمكن إيقاف هذه الحرب هم يقولون لا دعوا الحرب مستمرة ودعونا نتحدث في حل الدولتين وهو أصلا قبل 7 أكتوبر كان هذا حل انتهى وأعدن وفاته ولا يوجد لا حل دولتين ولا يوجد أحد لا في الإقليم ولا عند أمريكا ولا إسرائيل لديهم رؤية لما يسمى في اليوم التالي دكتور أديب زيادة ختاما إذا كان بنيمين نتنياهو نفسه يفشل أمام أعضاء حكومته وأمام الجمهور الإسرائيلي في الحديث عن اليوم التالي وليس لديه حل لما بعد اليوم التالي للحرب ما تقديرك لحديث السياسيين وحتى بعض المسؤولين العرب عن حل الدولتين وأنه الحل الوحيد للقضية الفلسطينية في ظل هذا الظرف الذي يفشلون فيه بإيقاف وقت إطلاق النار هو لا شك أنه أحداث السابع من أكتوبر أرخت بظلال يعني عميقة على الوعي الدولي فيما يتعلق بالأزمة في مسألة الصراع العربي الإسرائيلي وصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اعتبار أنه لا يمكن لهذا الصراع أن يتوقف ولا يمكن لدارة الدم أن تتوقف إلا إذا أعطي للشعب الفلسطيني حقه وقيمت دولته وقرر مصيره بيده أعتقد أنه هذا أصبحت قناعة عند كثير من دول العالم لكنه للأسف أن هذه القناعة لم تتحول إلى فعل يعني المسألة ليست جديدة الفرق أنه هناك أصبح هناك زخم كبير فيما يتعلق بالموقف من الدولة الفلسطينية والموقف من حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره سواء كان أوروبياً أمريكياً دولياً نحن نتحدث عن كل العالم الآن يتحدث عن أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته واصبحت تقريباً نتنياهو وحكومته في جانب والعالم كله بما فيه حتى أمريكا فيما يتعلق بالموقف أنا أتحدث بالموقف من ناحية نظرية العالم كله في اتجاه آخر إلا أنه للأسف أنه من سيحمل من سيحمل إسرائيل على إنفاذ هذا المشروع من سيحمل إسرائيل على الإكرار بحق الفلسطينيين في تقرير مصيره من سيحمل إسرائيل على فكرة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها الكدس مثلاً هذا لا يوجد في طرف دولي لا يوجد سواء كانت أمريكا أو أوروبا أو أين كان عنده استعداد أن يحول هذا الوعي أو النظرية بين قوسين إلى إداء عملية للضغط على إسرائيل لذلك أنا أعتقد أن الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الشعن تحديداً ستبقى سائدة بمعنى أن إسرائيل ستبقى متزنرة برفض الدولة الفلسطينية ورفض حق التقرير المصير للشعب الفلسطيني والفلسطين لن يستطيع أن يقيم دولتهم إلا انتزاعاً بمعنى أن يكون هناك تفعيل لعمل القوة فقط والمقاومة فقط من أجل الوصول إلى هذا أما مسألة أن نعيد أسلو من جديد ونعيد بث الحياة في أسلو من جديد وندخل في عبروسيس عملية سياسية من جديد نتحدث فيها عن دولة وحل الدولتين أعتقد أن هذا أصبح الدقة قديمة يفترض أن يتم تجاوزها والفلسطينيين بغي أن يكونوا على وعي أعمق بكثير أن يتم بيعهم الوهم سواء كان عربياً أو أمريكياً أو أوروبياً بالحديث مجرد الحديث عن دولة فلسطينية لذلك أنا أعتقد أنه إذا كان بدي يكون هناك موقف فلسطيني لاحقاً في أعقاب هذه الحرب لابد أن يكون قولاً واحداً وفقط أن تكون هناك دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمة الكدس رغم أن في إسرائيل ولا يدخلون في دهاليس أوسلو من جديد شكراً جزيلاً لك الأكاديمي الفلسطيني المتخصص في علاقات الدولية دكتور أديب سيادة دكتور أديب سيادة